بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermal Dynamics and Fluid Mechanics الدرس الثالث من هذا المقرر اللي عنوانه First and Second Law of Thermal Dynamics كنت قد طرحت سؤال المرة ماضية على Carnot Cycle على ايجاد الشخص هذا أو Carnot ليش بالذات تم دراسة Carnot Cycle بالرغم انه في مجموعة أو عدة Cycle موجودة في علم الديناميكا الحرارية ولسا لحد الآن ننتظر إجابتكم وأيضا كيف تقريبا السيرورة التاريخية كيف Carnot أوجد السيكل هذا طيب أيضا نكمل مع Carnot Cycle وفي هذه الحصة فقط راح نشوف Carnot Refrigeration أو أيضا ما يسمى إيش بـ Reverse of Carnot Cycle يعني عكس Carnot Cycle فهنا If the Carnot Cycle is operated in the opposite direction The magnitude of all energy transfer The men The same But the energy transfer are oppositely direct This Cycle is called Carnot Refrigeration or Heatmap Cycle زي ما نشوف هنا Refrigeration Cycle The Carnot Refrigeration is composed by the following four processes فهنا تقريبا يعني السيكل هذا لو قدرناه بالعكس فيعني إيش؟ جميع الطاقة تبقى نفسها ولكن الطاقة دي كانت تدخل تصبح تخرج من السيستم والعكس صحيح فهنا قلنا أنه السيستم المرة ماذا كان ياخد طاقة الحرارية من المكان الحار ثم إيش يسوي؟ يلقيها في المكان البارد ولكن هنا لو عكسنا السيكل يصبح أنه السيكل هذا يأخد طاقة الحرارية من المكان البارد ويلقاها فين؟ يلقيها في المكان الحار فهنا The assembly is placed in contact with the reservoir at TH فهذا السيكل أو process 2-1 The gas is compressed ما هو expansion زي ما شوفنا المرة الماضية Isothermal Isothermal نفس الشيء ATHY It discharge energy Q out to the cold reservoir by heat transfer طيب Process 1-4 بروسس هذا زي ما قلنا المرة الماضية كان في عندي compression وينا عندي expansion أديابتك نفسها Where the temperature هي too low بروسس 4-3 The assembly is placed in contact with the reservoir at L يعني low temperature The gas expansion expands isothermal to state 4 While it's receiving energy QN from the heat reservoir by heat transfer بروسس 3-2 آخر شيء أو آخر بروسس هو بروسس 3-2 The gas is allowed to continue to compress الديابتك Until the temperature drops to edge T1 and T2 فهنا في هذه المحاضرة شفنا أنه Kernel cycle لو حكسناه يصبح إيش؟ يصبح Refrigeration cycle أو Reverse Kernel cycle فيمكن اعتبار هذا هو إيش؟ هو cycle حقة الهيتباب أو حقة الرفرجيريتة فهو ياخد طاقة الحرارية من المكان بيرد ويلقيها في المكان الحار السلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى